نصهر الليلة مع زوجة فنان صاحب بصمة واضحة في المجال الفني احترم فنه واحترم جمهوره فاحترمه الجمهور تم اختيار ثلاثة أفلام سينمائية من أفلامه ضمن قائمة أفضل مئة فيلم سينمائي في ذاكرة السينما المصرية وهي أفلام غروب وشروق المذنبون الصعود إلى الهاوية هو الفنان الراحل إبراهيم خان النهاردة احنا هنسهر مع الفنان الراحل إبراهيم خان معنا خلال هذه الصهرة السيدة سالي حسين زكي أو سالي خان كما تحب أن يطلق عليها أهلا وسهلا بيك أهلا بحمرتي سالي خان اخترتي اسم الزوج أنه يكون دايما مرافق ليكي قولنا إيه السبب في الاختيار دا وإنك أصريتي عليه هو أنا عشان بعتزب إبراهيم أو بعتزب حياتي معاه فإسمه حسيت أنه عايزة يبدل ملازمني الإسمه على طول حتى بعد الوافاة وفي أثناء وجوده بعد الوافاة كنت مصممة أنه يفضل إسمه ملازم معاه طبعا دا مش يعني أنا بحب أبوي وكله لكن حسيت أنه اسمه هو ملازمني يعني لآخر الحياة فعش كده سميت نفسي سالي خان وبقى فعلا معروفة في كل الأصحاب واللي حواليكي واللي يعرفوكي بإسم سالي خان أنا لو قلت إسمي يمكن مش أكون معروفة لكن سالي خان بيبقى إسمه مميز وكل أصحابي فعلا وكل اللي حواليه يبقوا معارفين خلاص الإسم دا فهو فعلا أول ما بيتقال لقب خان على طول بيجي في الذاكرة أو في البال إسم إبراهيم خان يمكن لا يشترك معه غير المخرج الراحل محمد خان محمد خان وعلى فكرة كان فيه صلة أربة بينهم أو حاجة الأممال يعني تشابه الأسماء كان جريب يعني لأنه إسم نادر لا لا هو ما فيش بينهم صلة أربة بس خان كانت عائلة إبراهيم عائلة أرمانية فكان اسمه إفشيز خان يعني دا الاسم اللي هو اللقب بتاع العائلة بتاعته كعائلة أرمانية فهو كان واحد كلمة خان هي اللي كانت البقيت متدولة كانش مصلة ولا ينافع فيه فاتخذ الجزء دا عشان كده بقتها دي خان وده يمكن كشير قوي كان يسألوني هو فيه صلة أربة النوم والله ما فيه خلينا نتعرف على أسرة الفنان إبراهيم خان يعني هو كان له إخوات قد إيه كانوا أصلا جزرهم من السودان كما يقال إن الأب كان سوداني والأم مصرية يعني خلينا نعرف على بعض التفاصيل في الاتجاه دا يمكن ما فيش معلومات كثيرة عنها حتى على الإنترنت أو في وسائل التواصل الاجتماعي أنا بالنسبالي عشان يمكن أنا يعني عشرة إبراهيم في السنين اللي هي الأخيرة ميش الجزء الأولين أو تحيينه وجزء الأولين كان مرتبط بإنسانه مفاضلة وحصل انهم اختلفوا او صابوا بعد وبعد كده انا فاخدت انا الجزء الاخير من حياتي بس القطة عرفوا ان هو بابا ارمانجي ومنطو مصرية حصل انهم مثلا اتقابلوا وحصل الارتباط بابا اسلم واتجاوز امه بعد كده كان اهمية فيه اللي هو مصر والسودان حاجة واحدة عاشوا في السودان وبدأ يجي الاولاد بالتتابع بقى فكان عنده اخو الكبير اسحاء وسموا الاسمي واخواته كلهم على اسم الانبياء سمى اسحاء ويعقوب دولوا ولدين وليلة فيكي بك اسمها صوفية دول كانوا اخواتهم فيه منهم جزء في سودان وجزء منهم في تونس اخت في تونس واخت في السودان واخت في كندا واخت في انجلترا هل ما زلت محتفظة بصلاة معاهم ولا بعد رحيله تقريبا الصلاة اصبحت مش موجودة لا هو طبعا فيه صلاة بس ما بقيتش زي الاول مما انه هم اساسا نظروا متواجدين هم اساسا ما كنش متواجدين في مصر يعني كانوا التواجد في مصر علشانه انه هم سيجمعوا في مصر او لو حصل نجمعنا برا عند اي بلد من بلده واخواته بس طبعا بعد الوفاء اختلف الوضع الصلاة بقت قليلة جدا دلوقتي يعني ما بقاش في حاجة اساسية انه ممكن هيبوا يوضوا في مصر عشانه هو احتفظ بالباسبور السوداني الاخر يوم لا هو حاول يحصل على الجنسية المصرية وعمل بطاقة مصرية لكن حاول ان هو يحصل على الجنسية المصرية ويمكن في وجود يعني التوقيت اللي أنا كنت موجودة فيه قدم جوابات للرئيس عشان خاطر ياخد الجنسية وكان بدأ بيبعتوله علشان هيعمل مش اجراءات بيسألوا عن الفنان وبيعرفوه ايه الاسباب انك عايز تاخد الجنسية وقدم انه هو عمل حاجات تبع الصورة عشان خاطر لازم انه هو يعمل كفنان لازم يقدم حاجات معينة انه هو ياخد الجنسية المصرية وانه هو بعيش في مصر وانه متجوز مصرية وكل حاجات دي كان بدأ انه هو يعتمد لكن للاسف ما حصلش عليا بنته مش واخد الجنسية المصرية ولا حصل لأ لجنسية المصرية عشاني أنا كان أم مصرية لكن هو الاخر لحظة كان بيحاول انه هو ياخد الجنسية المصرية توقف كل ده بسبب صروف المرض يعني التوقيت الاخير لكن كان بيحاول انجبته بنته واحدة تقريبا هو لما تورف كان عندها ايه كانت بنتي عندها أربع سنين بسطنة يعني هيا ما توعيش عليك لا لا متوعيش معظم الكلام من خلال حكاياتك أو من خلال الأفلام اللي بتشوفها اه بزبطك حضرتك أصلا جزورك من القاهرة هنا ولا أصلا من مكان آخر ده لا أنا قاهرية أمال بيخال انك من اسكندرية لا أنا مش من اسكندرية أنا بحب اسكندرية بعشاء اسكندرية إبراهيم كمان كان على فكرة بيحب اسكندرية ويمكن إحنا بداية التعارب بتاعنا كانت المصرحية هنا في مصر وبعدين اتنقلت اسكندرية فأنا برضا كنت في اسكندرية لإن أنا كن بابا بيشتغل في العمرية في اسكندرية فإحنا صغيرين إثناء نعيشنا هناك أنا وإحنا من أخواتي اللي عشت اسكندرية كان إدراست يمكن ابتدائي آداتي اسكندرية وبعدين سنة نزلت مصر ففي التوقيت دوت كنت خلاص بحب اسكندرية لغاية التبطت بي عبطت جداً بإسكندرية لغاية دلوقتي إبراهيم لما كان موسم سيف ونقلوا إسكندرية ده قبل الارتباط ده قبل الارتباط فنقلوا إسكندرية فبردك أنا قد تسود فموجودين كلنا في إسكندرية ده جمع بينكوا أكبر جمع في التوقيت دوت وبعد كده لما حصل الارتباط كان فيه شأنك في إسكندرية فبردك هو كان من عشاء العجني لأن معظم الفانين كانوا تواجدهم في العجني فبقيت بردك موجود يعني حتى بعد الجواز فبقيت بردك هنا هو جاء الكلمة أنا حبيت إسكندرية من حب سالي فيها وبقيت دايماً يقولها لي انت خلتين أنا بقيت مرتبط في إسكندرية أنا كمان أقول له أنا بحب إسكندرية تقولي ليه أقولك معرفش فيه في حاجة كده جوية بحب البحر بحب إسكندرية بحب جواها مهما كان السيدة سالي خان زوجة الفنان الراحل إبراهيم خان قبل ما تتزوجي كنت بتبع أعماله ولا ابتديتي تتبعيها وتتفرجي على الأفلام وتهتمني لما ارتبطت بيه لا هو قبل الجواز كان بيعتبر أنه كفنان بالنسبة لي عادي بتفرج على أفلام عادي يعني ما كانش بيلفت نظرك في الأفلام أداءه طريق تمثيله يعني هو كان له كده نقول شكل مميز واسلوب مميز وكان ملتزم حتى في أفلامه كلها لا أنا فاكراً كانت فيه كلمة بسمعها زمان وكانت لفت نظري أنه كان يقوله الفنان الوحيد اللي أصمر وعينه خضرة فكانت الكلمة دي دايماً تتقل أنا كنت بردك صغيرة يعني بردك ما بقاش وعية لأن أنا أبقى مركزة يعني معا فقدت بردك الجزئية دي لما جا شوفه أبقى إيه متخييرة دايماً الكلمة اللي بدي تتقل إنه هو أصمر ويعينه زادوني أو خضرة فعلاً دي كنت بتبقى لفت نظري لكن طبعاً بعد بقى لما بدأت أتعرف عليه الوضع اختلف خالص بدأت إن أنا أخد بالي بقى أكتر يعني هشوف بسلسلاته لما لايه حاجة أعدى تفرج عليه هو حتى كان دايماً لما بيجيه له ورق أو حاجة يقول لي إقري معي إيه رأيك فقدتها أدقرة لأنه كان عارف إنه بردك بحب القراءة يعني وغد جزئي دي من بابا فقدتها أدقرة ساعت الورق معي ويقعد نقشن في الشخصية إيه رأيك في الشخصية دي يسألي ورأي بس أنا عم بحدودي والشخصية دي كذا إبراهيم دي لو تعملت كذا دي مش عارف إيه طبعاً في النهاية هو بياخد رأيك كفرد من الجمهور على ساتة إنك مش متخصصة بس بياخد وجهة النظر الأخرى بالظبط كده ولما كان بياخد رأيك واحدة من الجمهور مش إن أنا كزوجة لأ إذا وفي النهاية بردك كان في حاجات ساعت أقول له إبراهيم دي أنا مش شايفك فيها طبعاً هو كفنان وليه وجهت مظر تاني يقول لي لأ أنا شايف إن أنا في كذا كذا أوكي خلاص ما حكلتيش على بداياته يعني هو اشتغل إزاي بداية مشواره لا أنا كنت أعرف منه أنه لما كان في السودان هو كان بيحب التمثيل فكان برغم أنه كان بيدرس في السودان لكن كان أي فرصة بتجيله عشان يمثل كان ما بيتراجعش فيه ده كلام ده كان في أسناء دراسته هو هنا وطبعاً مجال السودان مقفول فما كانش يقدر أنه مش هيلائي الأرض الخصبة بتاعته خالص فبعد كده عرفت أن فيه حد العرض عليه نزول مصر بد أنه يشتهر أو يتعرف ينزل مصر وفعلاً ده اللي عمله نزل مصر عشان يدخل في معهد التمثيل هنا في مصر وبعدين بدأ بقى من مصر بدأ أنه كان ينوي على السينما هو درس في معهد الفنون المسرحية من كتر مكان يعني مرتبط بالأوحاطة عين وزي ما بتقولي على مجال السينما آه طبعاً درس عشان خاطر يقدر أنه هو يسكل موهبته يعني كان يقولي لازم عشان أدخل الطريق صح كان لازم أن أنا أدرس ده دي الحاجة دي طبعاً أنا قلت بسمعها منه لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله روح 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 اشتركوا في القناة